يبدو أن ما يحدث في سوريا من أعمال عنف وقتل وتدهور الأوضاع هناك دفع بالرئيس الأمريكي باراك أوباما ليقر بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية استهانت بقدرات تنظيم داعش في سوريا في مقابلة تلفزية صرح أوباما بأن مقاتلي تنظيم القاعدة الذين هزمتهم الولايات المتحدة والقوات السونية في العراق تمكنوا من التجمع في سوريا ليشكلوا هذا التنظيم رئيس لجنة الاستخبارات القومية اعترف أنه ما ساء تقدير ما يحدث في سوريا تنظيم القاعدة في العراق كان مجموعة خطرة وخططت مشات البحرية الأمريكية لدحرها بمساعدة القبائل السنية لكن مقاتل القاعدة عمدوا إلى الاختباء وفي فترة فوضى الحرب الأهلية السورية صبح هناك مساحة شاسعة خارج سيطرة الحكومة فتمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم الرئيس الأمريكي يعتبر أن مسؤولية دعاية في داعش أصبح مهرين في التعامل مع وسائل تواصل الاجتماع وستقطبوا مجندين جدد من أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الإسلامية أوباما لم يخفي أن جزءا من الحل سيكون عسكريا وأكد أن القتال ضد هؤلاء يجب أن يكون من شقين الأول محاصرتهم عسكريا والثاني تخفيف التوترات ضد السنة والشيعة في الحملة البرية تريد واشنطن الاعتماد على القوات العراقية والكردية فضلا عن الثوار السوريين الذين سيتلقون تدريبا في وقت قريب فالكونغرس الأمريكي أعطى تفويده لتجهيز وتدريب مجموعات معارضة سورية معتدلة منذ أسابيع والولايات المتحدة ودول عربية تشن غارات جوية ضد أهداف تنظيم داعش في العراق أوسعت من نطاق الحملة لتشمل أهدافا في سوريا الأسبوع الماضي